سلام عليكم وههلا بكم في فيديو جديد ازايكم شباب اخباركم ايه ان شاء الله تكون خير دايما يا رب فيديو النهارده انا عملتوا بناء على طلب كتير من مشاهدين القناة اللي طلبوا مني ان اتكلم عن تكييفات شارب تحديدا اللي ما اتكلمتش عنها بشكل مفصل بقالي فترة جبيرة وعشان كده الفيديو ده هقولك فيه على المميزات وعيوب التكييف الشارب وكمان هقولك على الاختلافات ما بين الاربع موديلات المتوفرين في السوق المصري حاليا وهم ما الموديلiller والموديل والموديل لمزتدور المصري والانفيرتر المستور. وبشكل عام تكييفات من التكييفات الكويسة جدا واللي هشورة واسعة في السوق المصري لكن في نفس الوقت مش هادر وقولك انها التكييف رقم وحد لان بالتأكيد في منافسين افضل ولكن يمكن نقطة تميز تكييفات بتكون في انتشار مراكز خدمة بعد البيع والصيانة في المحافظات لانك بتلاقي ان اغلب شركات التكييفات عندها مراكز خدمة بعد البيع والصيانة منتشر جدا في الجيزة والقاهرة ولكن شركة العربي اللي هي الوكيل بتاعتكيفات بتتفوق في انتشارها الاوسع في محافظات مصر المختلف. طبعا مش هادر اقول الاسعار بتاعت الموديلات كلها ولكن هقول الاسعار بتاعت موديلات الواحد ونص حصان بس كمسال علشان تعرف الفرق في السعر ما بين الموديلات المختلفة ده ايه السبب فيه? هل تستهل فعلا تدفع فرق الفلوس ده ولا لا? وهبتدي بموديل الستاندرد العادي والموديل ده مش ومتوفر منه بارد وبارد ساخن وسعر الواحد ونص حصان البارد وقت نشر الفيديو على موقع شركة العربي هو تسعة تلاف خمسة وسبعين جنيه يعني فرق السعر بينهم سبعمية جنيه تقريبا. اما موديل فهو برضو مش ومتوفر منه بارد وبارد ساخن وسعر الواحد ونص حصان بارد تسعة تلاف مية وخمسين جنيه والبارد ساخن تسعة تمنمية خمسة وعشرين جنيه يعني فرق السعر بينه وبين الموديل اللي فات حوالي تمنمية جنيه تقريبا. بالنسبة للموديل المصري فمتوفر منه برضو بارد وبارد ساخن وسعر الواحد ونص حصان بارد حداشر الف امتين وتمانية جنيه والبارد ساخن حداشر الف وسبعمية خمسة وخمسين جنيه. واخيرا الموديل المستورد متوفر منه بارد ساخن فقط لكن مفيش منه بارد بس. والمستورد في الموديل ده هو الوحدة الداخلية فقط بتكون صناعة تايلاندي. ولكن الوحدة الخارجية بتكون صناعة مصرية. وزي ما انت شايف دلوقتي قدامك على الشاشة اللي على كرتونة الوحدة الداخلية هتلاقي مكتوب عليها انها صناعة تايلاندي. واستيكر الوحدة الخارجية هتلاقي مكتوب عليها انها صناعة مصري. وسعر الواحد ونص حصان اتناشر الف وسبعمائة وتلاتين جنيه. ودلوقتي قبل ما كلمك عن الاختلافات بين الاربع مودلات يا ريت ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة لو لسه مشتركتش علشان يوصلك كل جديد من محتوى القناة وما تفتكش اي Jacobs وياريت ما تنساش تفعل جراز التنبيهات علشان يوصلك اشعارات بالفيديوهات الجديدة اول ما تنسك. زي ما قلت في بدايه الفيديو ان في اربع مودلات من تكييفات شارف هما والمودلين دول بيكونوا بالكمبرسور العادي سابط السرعة والمودلين التانين المصري والمستورت بيكونوا بالكباس الانفيرتر متغير السرعة. واول اختلاف هتلاحظوا على مستوى التصميم الخارجي للموديلين العاديين اللي مش انفيرتر انهم بيكونوا بنفس التصميم اللي بيكون باللون الابيض التقليدي ولكن موديل بيكون فيه شاشة ديجتال صغيرة في التكييف من الجنب بالاضافة لخاصية المشهورة باسم اللي بتساعد على تنقية الهوى من البكتيريا. لكن الموديل بيكون بدون الشاشة الديجتال وما فيوش خاصية وبالتالي هتلاقي العلامة بتاعة دي موجودة على التكييف البريميوم بلاس من برة تحت كلمة ولكن العلامة دي مش هتلاقيها على الموديل بالاضافة لكده فموديل البريميوم بلاس بيتميز على الموديل ببعض المميزات زي خاصية اللي بتخلي ريش التوجيه الهوى في وضع التبريد او وضع توجه الهوى للسقف علشان ما يبقاش الهوى مباشر على جسمك لو انت من الناس اللي بتتدايق من الهوى اللي جاي عليك بشكل مباشر. وخاصية اللي بتخلي الهوى يتحرك اربعة اتجاهات بشكل تلقائي مش لفوق وتحت بس زي الموديل بالاضافة لخاصية اللي بتقسم الغرفة الى ستة اجزاء وتقدر تختار جزء محدد توجه الهوى ليه حسب المكان اللي انت قاعد فيه ده غير خاصية التنظيف الذاتي باستخدام فاختيارك ما بين الموديلين دول هيعتمد بشكل كبير على ميزانيتك بمعنى انت لو فرق الفلوس ده مش هيفرق معك فالافضل طبعا انك تجيب موديل بريميوم بلاس وتستمتع بالخاصية بتاعة تنقية الهوى وبقية المميزات اللي اتكلمت عنها دلوقتي ولكن لو انت ميزانيتك محدودة والفلوس دي هتفرق معك فعلا يبقى تجيب الموديل العادي لان في الاخر برضو المميزات دي بتعتبر كماليات اضافية وملهاش تأثير على قوة تبريد التكييف اللي هو الهدف الاساسي من شارع التكييف بالنسبة للموديلين المصري والمستورد فاول اختلاف بينهم زي ما قلت من شوية ان المصري متوفر منه بارد ساخن وبارد فقط لكن المستورد متوفر منه بارد ساخن فقط وما فيش منه بارد بس وعلى مستوى تصميم الوحدة الداخلية فالموديل الصناعة المصرية بيكون بنفس تصميم اللي اتكلمت عنه دلوقتي ولكن بيكون باللون الفضي مش الابيض على عكس تصميم الوحدة الداخلية للموديل المستورد اللي بتيجي بتصميم جديد ومختلف خالص عن الوحدة الداخلية الصناعة المصرية واهم مستين في التصميم الجديد ان متوفر باربع الوان وهم الاسود والابيض والاحمر والفضي. فطبعا بيوفر لك مجموعة اختيارات كتير تقدر تختار منهم افضل لون يكون متناسق مع ديكور بيتك. والميزة التانية ان الفلتر بيكون راكب في الوحدة الداخلية من فوق فبتقدر انك تفك بسهولة من غير ما تحتاج انك تفتح وش التكييف زي الموديل الانفيرتر المصري والبريميوم بلاس اللي بتحتاج انك تفتح وش تكييف علشان تفك الفلتر وتنظفه. لكن العيب اللي انا شايفه من وجهة نظري في التصميم الجديد ان ما فيهوش شاشة ديجتال زي الموديل المصري ومش عارف ليه بينزل بدون شاشة خالص. وكان المفروض في رأيي على الاقل ان يكون فيه شاشة هدن علشان ما يبقاش اقل من باقي المنافسين من شركات تانية. وبالاخص ان سعره مش رخيص بالمقارنة لباقي المنافسين. بعد كده في بعض الاختلافات بين الموديل المصري ومستورد على مستوى كفاءة تبريد التكييف نفسه. بمعنى انك لو شفت المواصفات بتاعت التكييفين هتلاحز ان المصري الواحد ونص حصان ساعة التبريد المتوسطة فيه هي اتنشر الف وستمية اربعة وعشرين واحدة حرارة بريطانية. والقصوة هي تلاتاشر الف وتمين وعشرين والادنى تلات تلاف ستمية وخمسين. وفي المستورد اتنشر الف وتسعمية ستة وستين وتلات تلاف خمسمية وخمسين واحداشر الف وتسعمية خمسة واربعين. ومعنى الارقام دي انك ممكن تلاحز ان التكييف الانفيرتر المصري بيسقع احسن من التكييف الانفيرتر المستورد بشكل بسيط يا كد يكون مش ملحوظ. ولكن الاهم من كده ان ده هيكون ليه تأثير على استهلاك الكهرباء. وزي ما انت شايف دلوقتي ان نسبة كافات الطاقة او في الانفيرتر المصري سبعتاشر وفي المستورد تسعتاشر. وطبعا كل مراقم بيكون اعلى بيكون افضل. يعني الموديل المستورد هيكون موفر في الكهرباء اكتر من الموديل المصري. لكن غير كده فالتكييفين زي بعض بالزبط فيهم نفس الخواصة المهمة زي والتنظيف التلقائي. والاختيار ما بينهم هيبع معتمد بشكل اكتر على تفضيلك لشكل كل تكييف فيهم. او هل انت مسلا الديكور بتاع البيت عندك محتاج انك تجيب له تكييف بلون احمر او لون اسود مسلا. ولكن غير كده يعني انا مش شاف ان الفروق ما بينهم رهيبة قوي لدرجة مسلا ان انا ادفع الف جنيه او اكتر زيادة ما بين التكييف المصري والمستورد. بالاخص كمان لو كانت الميزانية بتاعتي محدودة. لان في الاخر التكييفين من فئة فحتى يعني مفيش اي فرق اه جوهاري او قوي بينهم ما بين التكييفين. اما لو انت بتسأل اشتري الموديل البارد ولا البارد ساخن الاحسن فهقولك ان في حالتين تشتري فيهم البارد ساخن الاحسن. اول حالة انك تكون البيت عندك في الشتاء بيكون برد قوي ومحتاج انك تشغل الخاصية بتاعت الساخن فعلا وهتستفيد منها ففي الحالة دي اقول لك طبعا اشتري البارد ساخن. والحالة التانية اقول لك ان انت لو فرق الفلوس ما بين الموديلين مش هيفرق معك يبقى اشتري طبعا الموديل البارد ساخن لان المبادر الحراري بتاعه بيكون احسن من الموديل البارد فقط لان البارد ساخن بيكون المبادر الحراري بتاعه والمواسير من نحاس والفنز من الالمونيوم على عكس الموديل البارد بس اللي بتكون المواثير والفنز كلها الامونيوم وطبعا المواثير النحاس بيكون عمرها الافتراضي اطول من الالمونيوم. نتمنى الفيديو يكون افادك فعلا ودلوقتي تقدر تفرج على فيديو تاني من الفيديوات اللي هتزهر قدامك ويارت في النهاية ما تنساش اللايك والسبسكرايب والشير وانتقابل بالفيديو بديد ان شاء الله سلام.